السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد متنوعاتكم بالفيديو قبل الماضي أني أحكي عن العطل المدرسي بالسويد الفرق بين العطل المدرسي والعطل الرسمي أو الأيام الحمر أنه هاي العطل خاصة بالطلاب فقط يعني حتى الأشخاص اللي بيشتغلوا سواء الأسادزي أو غيرهم الموظفين اللي بيشتغلوا بالمدارس أو بقطاع التعليم فهني بيشتغلوا خلال هاي أيام بغض نظر إذا كانوا الطلاب مداومين أو لا إنما أيام الحمر بتعطل فيها كل الجهات يعني الطلاب والمعلمين فرح نشوف نحن شو هي هاي العطل فيه أكتر من عطلي خلال العام الدراسي طبعا مهم جدا الأباء أنه يعرفوا تواريخ هاي العطل خاصة إذا كان عندهم خطط مستقبلي خلال العام على سبيل المثال سفر أو غيره من الأنشطة لذلك طبعا كمان معلومة مهمة أنه هاي العطل ممكن تتغير أو تكون مختلفة بين محافظة والتاني أو مقاطع والتاني بالسويد وحتى ممكن تختلف من عام إلى آخر يعني ممكن التاريخ يفرق يوم أو يومين حسب بداية الأسبوع لأنه أحيانا العطل بتكون مرتبطة برقم الأسبوع متما نعرف التقوين بالسويد حتى مرقم بعدد الأسابيع اللي هو 52 أسبوع فالعام الدراسي بالسويد عادة بيبدأ بمنتصف الأسبوع الثالث من شهر آب أغسطس من كل عام طبعا هو مقسم إلى فصلين فصل أول بنتهي بالأسبوع الثالث من شهر كانوا الأول ديسمبر من كل عام والفصل الثاني بيبدأ عادة بالأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني يناير وبينتهي ببداية الأسبوع الثاني أو بمنتصف الأسبوع الثاني من شهر حزيران يونيو من كل عام شو هي العطل المدرسي العطل الأولى بتكون عادة بمنتصف فصل الخريف وبالتحديد بآخر أسبوع أو مع نهاية شهر أكتوبر أو تشرين الأول وبداية شهر تشرين الثاني نوفمبر وعادة بتكون مدتها أسبوع العطل الثاني هي عطلة اليولوف وهي ثاني أطول عطل بالسويد عادة بتكون للطلاب عادة بتكون مدتها حوالي 16 أو 17 يوم وكمان مثل ما ذكرت كل هاي العطل بتختلف تواريخها من مدينة إلى أخرى أيمة بتبدأ وأيمة بتنتهي أما العطلة الثالثة فهي عطلة السبورتلوف أو عطلة اللي كانوا يسمونها عطلة الربيع وهي عادة بتكون بالأسبوع الثالث من شهر فبراير شباط وأيضا مدتها أسبوع العطلة الثالثة اللي هي بتكون عادة بتزاون مع عيد الفصح والغالبا بيكون بالأسبوع الثالث من شهر نيسان من كل عام ويمدتها أربعة أيام أما العطلة الأخيرة والأطول فهي العطلة الصيفية واللي عادة بتبدأ مع نهاية الفصل الدراسي الثاني حتى بداية الفصل الدراسي الأول واللي بتكون أكثر من شهرين شهرين وأسبوع تقريبا يعني من الأسبوع من بداية الأسبوع أو منتصف الأسبوع الثاني من شهر حزيران يونيو وحتى الأسبوع الثالث من شهر آب أغسطس معلومة مهمة جدا أن الأطفال خلال هاي العطلة بإمكانهم أن يكونوا موجودين بالمدارس بالوقت الدوام يعني لكن لازم أغلب الأحيان لازم يبلغوا المدرسي أنه أطفالنا مثلا رح يكونوا الوالدين لازم يبلغوا المدرسي أو الأهل لازم يبلغوا المدرسي قيمة الأطفال رح يداوموا أو شو هي الأيام اللي رح يداوموا فيها وطبعا أغلب الأحيان كونه هذا الوقت هو وقت حر وفريتيتس فغالبا بيكون رسوم مدفوعة يعني الأهل بيدفعوا رسوم على مقابل بقاء أبنائهم بالمدرسي خلال هذا الوقت وهي الرسوم ممكن تختلف بين شخص وآخر حسب مستوى الدخل اللي بيتمتع فيه هذا الشخص سواء زكانها مشتغل أو زكانها عاطلة العمل أو شو ما كانت حالت ومتما زكرت حسب الحال المادي أو الدخل اللي عنده الوالدين لذلك ممكن يكون فيه اختلاف بين شخص وآخر بالنسبة للرسوم اللي بتندفع لمقابل بقاء الأطفال بالمدرسي خلال هذا الوقت وهي بكون نحنا وصلنا لختام هذا الفيديو شكرا لكم وستفدتم من هذه المعلومات شكرا للمتابعة والسلام عليكم